صباح الفول عليكم اليوم سنتحدث عن الاوهوة المختصة النوت القهوة التي قمت بها فيديو قبل ذلك فالناس قلتني عنها وضعها ما هي الأخبار فأولت عمل الفيديو ونتحدث عنها نتحدث عنها من الخلف نتحدث عن الباكيج الأول وانا اتجبت من عندهم نوعين اثيوبيا وبرازيل جربتهم نتكلم عن الباكيج الباكيج بتاعهم جميل ملفت الوانه رائعة كل الداة اللي انت محتاجها مذكورة على الباكيج بيجي مع طابع البلد اللي جاي منه اهو وكل الداة اللي انت محتاجها متسجلة على الباكيج من برا الفكرة بقى في حاجة ان الباكيج يعني حصلت معي فيه شوية مشاكل فانا اقول ان ده مش مش افضل اختيار للباكيج نفسها هي المفروض مثلا لما اجي افتحها مفروض فيه زي شريت كده انا بشده من هنا بقوم وشده يفتح معي الباكيج الفكرة كلها بقى ان الشريت هو ده الشريت اللي بتشد قعد معي فترة طويلة جدا 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 عشان يتفتح وفي الاخر مقدرتش كان مسك بشكل فضيع فطررت انا اقص الباكيت وابوز منظره زي ما انتم شايفين كده ده اول ملاحظة يعني يا ريت ياخدوا بالهم ما يبقوش متبتين فيها قوي خلي الشريت بقى سهل ان هو يتفتح ده اول حاجة ثاني حاجة الباكيت معمولة من الورق زي ما انتم شايفين مفيش فيها اي نوع من انواع الاجهزة او الادوات اللي احنا بنقدر نحنا نفرغ منها الهواء يعني الكيس مش بفرغ منه الهواء مفيش اي فلتر زي ما اتكلمنا لكده فيديو عن بيسهل علي ان انا افرغ الكيس من الهواء بعد كل استخدام حتى من جوه لو تلاحظ ان الكيس من جوه مثلا مش مبطن مثلا بالبلاستيك او حاجة زي مثلا في بعض الانواع بتاع القهوة المختصة لا بيكون مبطنين الكيس من جوه ببلاستيك عشان يحافظ عليها ما يحصلش اي عملية لفقد الجهازات الموجودة جوه او كده فلا او مش هطين ده جوه مثلا عشان خاطر اوضح لكم الموضوع البلاستيك ده كنت جايبه مطحنة مختصة تانية ده بلاستيك بيكون جوه من جوه ببقى مبطنة بالبلاستيك بحيث ان احافظ على البن بتاع الموجود جوه ويكون طبعا فيه وان واي فلتر اتكلمنا عنه قبل كده اهو بفرغ به الهواء على طول فيعني الباكت بتاع نوتس لطيف من برا لكن فايرون الفتح الدي، منشط هذه الموجودة اذا استعملت التفاصيل من جوها أDD لو نشطشوا abord ولكن الفتحة ضيائعة قمناة بها cra steroids интересно اشتاج أنها ان attacker تدعبه وضركه في اي المفرغ machst undes expedition وعشان نحتاج بكل فاني اتمنى انهم القلب كيف عن تقوم تاني رجال القهوة بقى من جوه. اه الصراحة القهوة حلوة قوي. قوي يعني الطعم جميل ورائع. لكن في معها شوية يعني حاجة كده ما عجبتنيش. القهوة خفيفة. يعني وممكن اكون انا بحيب اشرب قهوة تقيلة. لكن لا القهوة خفيفة. اه تحس انت لو عايز تشربها مسلا كاي حاجة لان انت تشربة مسلا ايسبريسو لقد انت محتاجين انت هتتائل الكمية شوي. وحتى في الاسبرريسو برضو بتحس انها لا يعني خفيفة لحد ما. فبتقدر انت تتائل البون تزود مسلا تقريبا مرة ونص اللي انت هتتشربه في المعتاد. لكن الطعم رائع. كل النوتس المكتوبة ومتسجلة على الباكت من برا يوصف الطعم فعلا بتحس بيها. يعني كل حاجة موجودة انت بتحس بالطعم بتاعها بتحس بالنوتس بتاعتها فلا الطعم الرائع هي بس زي ما اقول كده ان هي خفيفة شوية يعني ده تقريبا اكتر حاجات اللي انا لاحظتها في القهوة دي هي طبعا كواليتي جميلة يعني في شوية حاجات كممكن نخب بالنا منها لكن هي جميلة واتمنى الفيديو يكون افادكم وعجبكم ومتنسوش اللايك والسبسكرايب والحاجات الجميلة دي مع السلام